أزمة الهوية والكيان تفشي السلاح غير الشرعي وكيفية التصدي له ومحاولات عزل لبنان عن محيطه العربي وعلاقاته الدولية محاور حضرت في لقاءات البطريارك الماروني مرتشارة بطرس الراعي مع زواره اليوم في بكركي النائب فؤاد مخزومي دعا الشعب إلى اتخاذ القرار المناسب لاسترجاع لبنان من خاطفيه حزب الله اخذنا لمحال نحن رافضينه شعبنا بده ياخد قراره يا انه بدنا نرجع لبنان لما كان عليه او بدنا نسلمه بالكامل للمرحلة يلي نحن مرئين فيها الصعبة فينا نحن وياكم نغير هالقصة فينا نحن وياكم نرجع لبنان من خاطفيه يلي هني حزب الله والمنظوم الفاسده لما منشوف انه في محاولة لتسكير واعطاء براءة زلمي لكل العمليات يلي صارت ما قبل سنة الالفان واثنين وعشرين المالية بواسط هالنظام يلي بالاخر فلس البلد لما نشوف في محاولة انه يمرقوا كابتال كنترول يلي باك مبدئيا بده يعفو ويروخونا كل مصريات طول ما تبقى ويمنعوا امكانية المواطن رجع مصرياته هذه هي بس نموذج عن اللي المرئين فيه ليه لانه حزب الله حابب ياخدنا على نظام تهريب على نظام حدود مفتوحة على نظام الكابتاجون على نظام عملية العملية الإجرامية ما هي دا لبنان اللي احنا بدنا هيه فينا نغير فينا نمشي فيها واللي اللي بيسبت على هالكلام هي عودة السفراء العرب ويلي عم نشوفه نحن من كل المجتمع الدولي في ني لمساعدة لبنان حزب الله حلمه انه لبنان ينسي العالم خلينا نطمنوا لعزب الله لا العالم لا يظلوا وقف معنا النائب المستقيل مشال معوض دعا الى خوض المعركة الانتخابية على اساس انها معركة خيارات لاسترجاع البلد وعدم التقاعص في الاكتراع مبديا اسفه للاجراءات المعيبة المتخزة في الخارج لمحاولة احباط المغتربين المطلوب تكوين قوة وازنة وجهوزية داخلية تنقدر نخوض معركة استرجاع البلد الانتخابات هي اساس هي محطة اساسية ممنوع نقرف ممنوع نحبط ممنوع نتخلى عن واجباتنا للتغيير ان كان جوه وان كان بره واكيد الصوت الاخترابي هو صوت الضماني اذا الاختراب هو شريك اساسي باستعادة لبنان واعادة بناء لبنان المستقبل وايه عم بيحاولوا يقارفوه وايه انا اكيد انه هالاختراب حيتحدى كل التحديات حيربح على كل التحديات وحيجي وحينتخب وحيساهم بالتغيير لبنان والخلاصة المطلوب تغيير جزري على مستوى البنية السياسية في البلد جوزيفين عبي غصن صوت لبنان بكركي تمنى اليوم ترجمة نانسي قنقر